اللقاء بين متشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون والروسي نيكولاي باتروشيف بيكون حول موضوعين الموضوع السوري وموضوع حل الأسلحة بين الجبارين الموضوع السوري كمان يتجزى إلى جزئين الجزء الأول هو الموضوع الإيراني يبدو أن الطرفين اتفأوا أنه ما يكون في وجود هجومي وإمكانية هجومية لإيران بسوريا الأميركيين بيقولوا أنه بالمبدأ قبل الروس بمبدأ أنه إيران ما تبقى بسوريا مدة طويلة ولكن الروس عم يقولوا يمكن اتفقنا بالمبدأ بس عمليا هذا هدف صعب المنال الموضوع الثاني بسوريا هو محاولة روسيا تضغط على الولايات المتحدة والغرب أنه يساهم ماليا بعملية إعادة الأعمار بمقابل الموضوع يعني موضوع اللاجئين يرجعوا اللاجئين لسوريا أو ما يرجعوا على سوريا فهذا كمان موضوع شد حبال بين الطرفين الأزمة التركية فعلا أزمة عميقة اقتصادية وسياسية سياسية للأزمة بلشت من خمسة سنين تقريبا أولا بمظاهرات شعبية بمجمع جازي تانيا بمحاولة الانقلاب من عامين ففي تأزم سياسي عميق وكبير التأزم الاقتصادي أتى مؤخرا بعد سنوات عديدة من النمو الاقتصادي التركي الإيجابي جدا ولكن معظمه كان بالاستداني من المصارف ومن الخارج وهل ديون عم تجي هلأ تستحق ويعني السياسي النقدية ما عم تقدر تكون مريني بشكل كيفي أنه تستوع بهذه الصدمة الرئيس إردوغان مسيطر على يعني مفاصل الاقتصاد والسياسي النقدية عنده انتخابات بحلية بأدار فيعني ما بده يغير من السياسي ولكن قد تتأزم أكثر الأوضاع الاقتصادية هذه أول مرة بيكون الرئيس إردوغان بيواجه فعلا أزمة اقتصادية كبيرة بالماضي كان إجمالا السجل الاقتصادي إيجابي فهالأزمة قد تأتي بنتائج مهمة بالأشهر أو السنة القادمة ولكن مش بشكل قريب الدولة المصرية صحيحة متلعب دور أوسع بالسياسة الدبلوماسية الإقليمية بخمس ملفات أكيد الملف الليبي اللي هو قريب على الحدود المصرية والنفوذ المصري بالساحة الفلسطينية في ملفين عمليا أولا ملف بين فتح وحماس اللي مصر تلعب دور أساسي ومستضيفي وفدين الأسبوع القادم بالقاهرة وأيضا أكيد تلعب دور مهم بالتفاوض بين إسرائيل وحماس أو إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وهنا مساعدة إدارة ترامب بإعلان أو المشروع اللي قد يتم إعلانه بالأشهر القادمة الملف الرابع والخامس يمكن أبعد شوي ولكن بالملف السوري مصر مستضيف جزء من المعارضة السورية عند قناعة أن الدولة السورية يجب أن تستمر ولكن مع تعديلات أو إصلاحات سياسية معينة مستعدة تتعاون مع روسيا والغير أنه تمشي باتجاه حال سياسي أيضا باليمن الرئيس السيسي استضاف الرئيس هادي ووفود سعودية وإماراتية كمان عم يبحث على مخارج سياسية مصر إلى دور دبلوماسي قديم ما عندها الأول اللي كان عندها إياها يمكن بالخمسينات والستينات ولكن فيه حراك دبلوماسي واضح اشتركوا في القناة